أعرف أنه قلنا أنها تنظر البرنامج ولكن أحسن أن أتحدث عن اليسار لأن هناك الكثير من العالم يتفكر باليسار ك إنه محل الأساسي وما إلا بقى محال في 21 سنة ولكن الآن يجب أن يقوم بريني ساندرز مع السوشال دموكراتز وقتد هلأ أمسير بإبنان هو مشكلة اليسار أنه في ألف تفسير وألف طريقة يقاربه ولكن بعد أن نجد فريمورك مفيد ليحدد شوية أين من الصراع نحن لمين من حازين؟ من حازين للأضعف أو من حازين للناس اللي أنطب هل منعتبر أنه فيه نوع من عدالة اجتماعية جماعية لازم تتحقق بالمجتمع لازم يكون فيه إعادة توزيع للسروة بطريقة عادلة هذا هي يعني بشكل جدا مبسط ما فيها بسطة أكتر من هيك بيعتبر أنه نظام الرئاسمالي فيه مشكلة بنيةوية وأخلاقية على كل مستوات على مستوى كيف يعامل الناس أو على مستوى البيئة حتى فهيه من نسبة إليه اليوم إطار يساري بعضه إطار منطقي وأساسي بالسياسة هذا ما بيعني أنه اليوم اليسار منه بحاجة لتجدد فكرة بنيةوية ومش بس على صعيد لبنان المنطقة العربية على صعيد العالم في حاجة ل عندهم تراما نوعا ما PTSD أنه سوشاليزم بحاجة إلى كوميليزم كوميليزم بحاجة إلى كوميليزم بس بعد ذلك اليوم كابتاليزم بحاجة لنا PTSD يعني اليوم عوارض الرئاسمالي عم نعيشها بالعالم على كل مستويات يلي هي المشاهد اللي بنشوفها بكل العالم واللي عم يصير على مستوى البيئة بس لنحكي عن هذا الموضوع أنه في شي اليوم عم يدمر الأساس الأساسي لكله يتنا ففي حاجة فكرية وسياسية لإعادة تفكير بكيف عملنا نعيش بهالكوكب وبعتقد أن الحديث عن اليسار هو أكيد حديث لبناني وحديث عربي بس حديث عالمي وهو الحديث بيفوت ببعضهم وهون كمان ما بعتقد أنه بس مقربتنا الفكرية والنظرية يعني محصورة بلبنان يعني كمان لبنان is the product من أصص that have shape the region that have shape the world يعني منه شيء استثناء دائما نحن منقربه كأنه هو استثناء وما في شيء تاني بيشبهه لا كثير من الظواهر اللي عم نعيشها اليوم إذا بدنا نحكي عن الأزمة الاقتصادية اللي صارت بتشبه كثير بلدان تانية نفس الريسيبي اللي نيوليبرالية طبقت فيها ونفس الكارسة صارت فأي أنا بعدنا متمسك بالإطارة اليسارة وأكيد بحاجة لتجدد اليسار وأكيد بلبنان تحديدا بحاجة أن نطلع من الأطر اليسارية التقليدية والأحزاب اليسارية التقليدية اللي منعرفها اللي بعتقدت كمان بعدت شوية عن اليسار بسبب تحالفاتها الهجينة مع بعض أقطاب السلطة اشتركوا في القناة